وقال شيخ مبخوت الشريف رئيس إصلاح مارب بأن الإصلاح منتج وطني ينتمي لتربة اليمن الطيبة وأصبح أمل الكثير من أبناء اليمن الإصلاح بدون شك يعني أنه أصبح ولله الحمد أمل كثير من الناس ما أقول الكل لأن عاد يعني فيه ناس يعني للأسف الشديد يعني يريدوا يتقربوا بعدائهم للإصلاح يعني للمتآمرة على البلد لأجل أنهم يحصلوا على حفنة من الفلوس لأجل أنهم يحصلوا على يعني مكانة من أجل يعني أمور شخصية آنية لكن نقول لكل شانئين ولكل من لم يعلم على أن الإصلاح يعني وليد شرعي ومنتج وطني لا ينتمي لا ليسار ولا ليمين ولا لقريب ولا لبعيد وإنما ينتمي لهذه التربة الطيبة